والذي يحظى منا جميعاً بكل الود والحب والاحترام ونحن نقر بأن عمل الأمانة العامة يتسم بكل احترافية وحيادية وجاهزية وهي مقاومات ضرورية لعملنا العربي المشترك اسمحوا لي أيضاً أن أوجه الشكر لزملائي بالمندوبية المصرية على جهدهم الكبير خلال الشهور الماضية الزملاء وزير مفاوض دكتور عبيدة الدندراوي المستشار عمر عارف والمستشار محمد الحمصاني والملحق برونج حليم في الختام أتقدم بالتهنئة للأخ سعد السفير أحمد التازي مندوب الدائم للمملكة المغربية الشقيقة على تولي رئاسة عمل الدورة 160 متمنين لسيادته كل التوفيق وكل الدعوات لإنجاح عملنا المشترك وسيجد منا كل الدعم والتقدير كل الدعم والأمنيات الطيبة للمغرب وجمعتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلن اختتام أعمال الدورة التساعة والخمسين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية وأدعو سعد السفير أحمد التازي المندوب الدائم للمملكة المغربية رئيس الدورة الحالية 160 لترأس المجلس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه زملائي الأعزاء أصحاب السعادة الصفراء ورؤساء الوفود سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب السيد الأمين العام اسمحوا لي أن أبدأ بتقديم خالص عبارات الشكر إلى سعادة السفير محمد عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة على ما بذله من جهود من أجل إنجاح رئاسة جمهورية مصر العربية للدورة 159 لمجلس الجامعة المساوى الوزاري طبيعة الحال الشكر موصول إلى طقم الذي اشتغل معه وإلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وطبيعة الحال وزارة الخارجية المصرية وعلى رأسها معالي الوزير سامح شكري نحن الآن قد تولينا رئاسة الدورة 160 وتزامنت هذه الرئاسة مع حدثين أساسيين الحدث الأول هو الإعداد للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستحتضنها الشقيقة موريطانيا في شهر نوفمبر المقبل وكذلك الإعداد للقمة المقبلة التي ستترأسها الشقيقة المملكة البحرين إضافة إلى مجموعة من القرارات أو مشاريع القرارات والوثائق التي تعودنا على إنجازها في إطار تحذيرنا لاجتماع السادة الوزراء أتمنى أن نوفق في هذه المهمة وأن نعطي زخماً ومضموناً حقيقياً للأشغال التي سننكب عليها وبهذه الكلمة المختصرة أعلن عن بداية الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تحت رئاسة الدورية للمملكة المغربية وأشكركم على اهتمامكم وعلى ما ستقدمونه للرئاسة من دعم لتيسير مهمتها شكراً إذا سمحتم سأدعو أصحاب الإعلام رجال الإعلام إلى التفضل بمغادرة القاعة حتى نستطيع أن نبدأ في جلستنا المغلقة شكراً لكم 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 شكراً لكم